السلام عليكم بعد الصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم في قناة وصفات امي الغالية نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير ومهنين وبصحة جيدة وصفتنا اليوم ان شاء الله هذ المملحات ولا فاطائر ولا بوراك بالعجنة سموهم كي ما تحبوا وصفة بزاف هيلة وبزاف بنينا ولازم تجربوها وطبعا اذا اجبتكم الوصفة ما تنسوش الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة والضغط على الجرس حتى يوصلكم ان شاء الله كل جديد من وصفاتي على بركة الله نبدو في الوصفة نتعنا اذا نحتاجو 3 كيسان ونصف كاس تعل فارينا ما يهادل 500 جرام نزيدو نصف مغرفة كبيرة تعل ملح ومغرفة صغيرة خاميرة الحلوة ومغرفة كبيرة سكر عادي وربع كاس تعل زيت ما يهادل 5 مغرف كبار وكم ولاحظة مهمة جدا هذه العجينة ما فيهاش خاميرة الخبز عجينة مختلفة تماما عن الوصفات اللي متعودة نحضرها معاكم وكيما قلت لكم في بداية الفيديو هذا الوصفة بزاف هيلة كيما راكم تشوفوا عندنا كاستع الماء بالنسبة للماء عادي من الحنفية يعني ماشي بارد ولا سخون نبدأ نزيد في الماء بالدريج بهذا الطريقة غير بشوية حتى نطمو العجينتانة وهنا كيما راكم تشوفوا بعد ما نجمعوا العجينة نزيد لها ثلاث مغرف كبار تالزيت وندخلوا من مليح الزيت في العجينة التانا هكذا بهذا الطريقة كيما راكم تشوفوا وهذه هي النتيجة اللي نتحصلوا عليها كيما راكم تشوفوا هذا هو بالقوام بتاع العجينة التانا اذا نعاود نحطها في الغيسابيون نغطيها بكيس بلاستيكي غذائي نحطها على جنب ونخليها ترتاح بدمان وجدو الحشوان تانا بالنسبة للحشوان تانا اليوم بزاف بنينة وبزاف هيلة وفي نفس الوقت بسيط جدا جدا كيما راكم تشوفوا في مقلة نديروا شوية تاززيت نزيدوا حبة بصلة متوسطة الحجم وحبة قرعة مع حبة زرودية والزيتون الاخضر والفلفل تقدروا تديروا الحمر ولا الخضر ما يهمش هلان نبدأ نقلل مكونات كلهم مع بعضاهم بهذا الطريقة كيما راكم تشوفوا وهنا كيما راكم تشوفوا بعد ما طيبنا الحشوان تانا ولا الخضر هنا في الوسط نحط مقدار زوج مارف كبار تعسيد نزيدوا بولياشي كيما راكم تشوفوا درت كمية قليلة والحشوان تانا تجيب بنينة بزاف تقدروا تعوضوه بالافيونداشي ولا دانداشي اللي توفر عندكم ما يهمش ولا تقدروا تديروا الطن بالنسبة للطن تزيدوه في الاخير يعني بعد ما توجد الحشوان تاعكم ومن بالطن الحشوان تانا تجيب بنينة بزاف تجيب روعة يا لبنات عن تجربة ودرت هذا الوصفة من قبل بطن جات روعة نزيدوا الملح والفلفل الكحل والكمون وتقدروا تزيدوا البابريكا والكركم ونكمل نقلي الحشوان تانا دائما على نار متوسطة وهنا كما راكم تشوفوا الحشوان تانا بعد ما وجدت في الاخير نزيدوا لهالفرماج ديروا اي نوع متوفر عندكم والكمية اللي تحبوا تديروها نزيدوا تقريبا نصف كاس من الكرم السائلة وبهالطريقة الحشوان تانا تجي معس لبلبنا وبنينا بنينة بزاف نطفع لها النار نحطوها على جنب ونرجعوه للعاجنة تانا بعد ما خليتها ترتاح بيد ما وجدنا الحشوان تانا كما راكم تشوفوه جات ما شاء الله جات روعة نعود لكم برك للإفادة هذا العجينة ما فيهاش خاميرة الخبز هنا نبدأ نقسم العجنتائي الى عشر كويرات ونكور العجنتائنا بهالطريقة ومباشرة نبدأ نحل العجنتائي نعاون نروحي بالزيت عكذا نمسحوا البلونتو تخافها ينتعنا بشوية انتعى الزيت ونحل العجنتائي بسم كرقيق نحلها بالحلال وهكذا بهالطريقة كما راكم تشوفوه هذه العجينات جينا كما عاجنت المسمن ونحطو الحشوان تاعنا بعد ما بردت نحط مقدار مغرفة كبيرة شوفوه هنا نغلقو على الحشوان تاعنا على الجوانب بهالطريقة ونبدأ ندور هاكذا كما راكم تشوفوه هناك تدوروا العجنتائكم ما تضغطوش بزايف عليها هاكذا وهذا هي النتيجة اللي نتحصلوا عليها طريقة بزايف سهلة يعني اي مبتدئة تقدر تحضر هذه المملحات بكل سهولة هنا نزيد معاكم واحدة كما راكم تشوفو العجنتان نحلوها بالحلال كما قلت لكم تعاونوا رواحكم بالزيت باش الحجنتائكم تحلوها بسهولة نحطو الحشوان تاعنا مقدار مغرفة كبيرة ونغلقو على الحشوان تاعنا على الجوانب ونبدأ ندور بهذا الطريقة كما قلت لكم كتدوروا العجنتائكم ما تضغطوش عليها بزايف ونكمل كامل كمية بنفس الطريقة نجيبوا الصينية تاعنا نفرشوا لها ورق الطاهي واذا ما هوش منتوفر عندكم ما شي لازم نحطهم في الصينية بهذا الطريقة ما نخليهم شي خمروا مباشرة ندهنهم بصافار بيضة مع نصف مغرفة كبيرة من الكريمة السائلة ولا سافار بيضة مع نصف مغرفة كبيرة تالحليب يعني اللي توفر عندكم واللي عندهم حساسية من البيض المملحات التاعكم دونهم بالحليب ونزينهم بالسانوج والججلان وفي هذة اللحظات الفرن تاعي سخون سخنتهم مسبقا سنية تاعي نحطها في الوسط مملحات التاعنا نطيبوهم في 190 دراجة ولا 180 دراجة الفرن نشعلو من الاسفل نخليهم حتى يطيبو تحمرو من تحت على الجوانب نطفي عليهم من التحت نزيت نشعلهم من الفوق ونحمرهم وكاموا لاحظة مهمة جدا ما تخلوهم شي طابلو في الفرن باش ميجوكم شنا شفين اذا هذا هو الشكل النهائي للمملحات اللي حضرتهم معكم بعد ما طيبتهم حمرتهم من التحت من الفوق نحيتهم من الفرن وهما سخوني زينتهم بالجوبنا المبشور مع المعدنوس كيما راكم تشوفو تحصلنا على كمية كبيرة وجو ما شاء الله جو روعة وبالنسبة للحشوة تقدروا تديروا اي حشوة متوفرة عندكم مام اذا درتهم بطن صدقوني راح يجو ما شاء الله بنع لبنع نعود لكم للإفادة هذا النوع من المملحات ما لازمش تخلوهم يطولوا في الفرن باش ميجوكم شنا شفين وتتحصلوا على نتيجة مليحة وكيما شفتوني شاركت معكم جميع الخطوات وجميع التفاصيل باش تحصلوا على نفس النتيجة اذا كانت هذه هي وصفتنا لناها اليوم نتمنى تنا الإعجابكم وتجربوها ما بقى لغير نقولكم واذكروا الله وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام انطلعوا في ربحتكم في امان الله